السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدة محمد وعلى يالي واصحاب الغر الميامين. ازاكم سنة تلتة اعدادة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هل جمع بعض يونت 5 الوحدة الخامسة. بالنسبة للناس اللي استكتبالي كومنت اهو حل معاكم ارجع بس الكاميرا الوراء. لو دارتوا في الفيديوهات اطلقوني حل معاكم يونت فور. تمام اهو حلينها مع بعض. دي يونت فور. انا ماشي بدل ترتيب يعني ما بعديش صفحة والتانية وكده لا. ماشي بالترتيب. كل ما لايه نفسه ما وقفت عند وحده بكمل الوحده اللي وراها على طول. تمام? عشان تعرف انا مشي ازاي. فتعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونقرأ الكلمات مع بعض. اول حاجة طبعا عندي الدرسين واحد واثنين. تمام? هنقرأ الكلمات ونحل. وفي برضو صفحة ثواني كده صفحة 11. مدام مارسة قرأت لي عليها. هشوفها بالوقت حاضر. رقم واحد ورقم ثلاثة. تمام. بص يا مدام ارسل. قرأ عندي هون هو بيقولي تامر تامر لا يريد أن يشتري التشيرت ولا الجاكت. رقم واحد يولد في الصفحة رقم واحد منهم رخيص. انا عندي كلمة ايزر وبوس ونيزر ونور. طبعا مش بحل كتير. المشكلة ان انا ببقى عايز انجز فا ايه? ممكن تلوان اغلطت في واحدة كده واحدة كده. انتو تابعوا معايا. بس يعني مش مش هتلو قلطات كتير. ده هي واحدة في المليون يعني الحمد لله. بيقولي هنا ايه? مش هتنفع ايزر ولا بوس. هي هتبقى نايزر. ليه بقى? لان انا عندي نايزر بستخدمها في حالة الايه? النافي. تمام? طب فين النافي يا ميس? انا عندي هنا دوزنت وانت. طب ما دوزنت اهي نفي. يبقى تبقى نايزر في زم از اتشيب. ليه بقى معاناها ايه? بيقول ان هو من لاها يشتري الجاكت ولا التشيرت او الشيرت. بيقول ولا ده ولا ده رخيص. فهمتو? لكن ايزر معاناها يا اما ده او ده. تمام? بختار ما بين حاجتين. بوس يعني الاتنين و لو عايز الحاجة بقول ايه بوس. لو انا عايزهم هما الاتنين. لو قال لي تامير وانت ستوباي. لو حاجتزنت دي كنت هقول بوس عادي. اما هنا بيقول لها هيختار لا دي ولا دي. يبقى نايزر. تمام? لما تلاقي النافي تلاقي نايزر. بعد كده عندي في رقم اتنين بيقول حسن كان جيت نوع د بس اور زبايك توسكول. انا عندي هنا اور في الجملة يبقى على طول ايزر. تمام? هتقول لي ما اللي فوق فيها اور. لا. بس في نفي. يبقى النافي بياخد ايه نايزر. اما هنا عندي اور يبقى ياخد ايزر. طيب. نور وانتس. رقم ثلاثة بقى. نور وانتس. تو هافنوت ادرينك و ادرينك. عايزة ايخد درينك وسناك. واجبه. خفيفة و مشروب. يبقى هي عايزة الاتنين. يبقى تختار بوث. اني نايزر بيجمعها نور وايزر بيجمعها نور فانا م عنديش هنا. تمام؟ نايزر نور وايزر اور. طيب نايزر الله تلاقي نايزر. الله تلاقي بيقول لي مش عارفة ايه اف محبوش الستوري ده كانت بولنج مملة الله طيب انا عندي كده ولا واحد حبها لانها كانت ايه مملة يبقى نون اوف ذيم وبوز برضو يجي وراها بوثوف ذيم تمام بس انا عندي هنا انهما ما حبواش يبقى نون اوف ذيم ولا واحد حب القصة ده كانت ايه مملة تمام كده طيب نرجع بقى احنا الوحدة بتاعتنا يونت 5 تمام كده طيب ولو فيها اي حاجة برضو رجعوا ورايا ولو فيها اي حاجة ما فهمتهاش اكتبوا لي في الكومنتات عادي وانا انا برد على كل الكومنتات فلو فيها اي حاجة مش فهمينها اقولولي وانا عايدها تاني تعالوا بقى نيرا كلمات الوحدة الخمسة مع بعض وانحل عليها بيقول هنا ايه ماتماتيشن ماتماتيشن انجينير كمبينر كمبيوتر برغرامر اكويمينت وكلمة اكويمينت هي قامعة من فاشا اقول اكويمينت تمام ميوزيشن ميوزيشن اوورد استرنات اتشالنج تمام كده طيب نحل بقى مع بعض اول واحدة بيقولي الولد فاس بي ايه فاس بي ايه عشان هو كان افضل كاتب في هزيه السنه فاس بي ايه عشان هو كان افضل كاتب في هزيه السنه طيب بيبقى هتبقى ايه طبعا اول واحدة تمام ولان اوورد بدأ بحرف متحرك فلازم ناخد لها ان طيب بيقولي اللي بيحبوا الارقام والمسائل الحسابية طبعا هتبقى الماتهيماتيشن خلاص اللي هو عالم الرياضة بعد كده بقى فلتشوز بيقولي ا او ان او ان او ان اللي بيصمم المشروعات هتبقى طبعا ال ايه الانجينير بعد كده بيقول there should be a lot of note to help those people who have a float بيقولي اللي بيحب نحن نعمل ايه كتير من ايه او نوفر ايه للناس اللي عندها فيضانات هتبقى طبعا اكويمنت معدد هبا بلايز ايه جيتار وال she is a great بترعب طبعا على الجيتار هتبقى ايه musician he studied the space because he wanted to be a or an هو بيدرس ال space الفضاء يبقى هو ايه استرنات عايز يبقى رائد فضاء نجي بقى للجزء الثاني اللي هو ال language اللي هو زيما الباست سيمبل وبيقولك ان احنا شرحناه الباست سيمبل وال present perfect الباست سيمبل يا ولادة اللي هو بحط الفعل دي او اي دي او اي اي دي وبقى فيه بددنت او لو فعل غير منتزم بحفظه وزيجوه بتبقى وين تسي سو تيكتوك وهكذا هما ال present perfect بتكون من have وهاز والتصريف التالت تمام have مع الجامع وهاز مع المفرد الجامع اللي هما i و u و z ياخدوا have وهي وشوه تبتاخد هاز وبعد كده التصريف التالت تمام طيب هنا بقى بيقول ايه طبعا هو ايه شرحناه بالتفصيل لو كتبتوا كده في البحث شرح قاعدة المضارع التام او الماضي البسيط قناة انجليز ببلاش هيطلع معكم على طول الفيديو شرحها بالتفصيل الممالي بعد كده هنا بقى في الاختراض بيقول لها عبدالله نوات كايرو in 2014 بيقول لها عبدالله مش عارفة في ايه في القاهرة من عشرين اللي هو يعني الفين و ايه 2014 طيب 2014 دي سنة ماضية تمام يبقى هوه محدد هالي يبقى visited طيب انا ام تم استعرف الفرق ما بين الماضي البسيط و المضارع التام الماضي البسيط بيبقى في كلمة يستردي و اجو و لاست و انو سنة في الماضي اما المضارع التام عندك كلمة ever never yet ready just with sense for خلاص كده يعني لا قبل الرقم دا كنكتب لي sense لا كنا هنختار ايه مضارع تام خلاص كده فهمت طيب بعد كده هنا بيقول لي علي هاز نوات at this school for 3 years بيقول لي علي مش عارفة ايه في المدرسة دي المدى بتلات سنين من عندي هاز يبقى هازا وهازا في التصريف التالت يبقى been ولا been ولا been ولا been to لا هتبقى has been لا تمام last week خلي بالك الاسبوع الماضي يبقى دا ماضي بسيط على طول بيقولين ماروة نوات هير سستر يبقى العايزة ماضي بسيط يبقى الفعل في ايدي او غير ممتازل احمد اندصارة نوات done their homework الله تحمد وصارة جامعة يا مسي يبقى have يعني جاي بتصريف التالت وراها done what did they الله احنا قلنا في الماضي البسيط سؤال ونافي فعل في المصدر تم دا سؤال يا مسي يبقى اخذ الفعل في المصدر اللي هوها find بعد كده I have not visited دا سيتدل هنا بقى عايزك تحط كلمة della ever بتيجي في السؤال yet في السؤال والنافي وبتيجي في اخر الجملة يبقى مش هينفع never ولا for طبعا for بتيجي وراها وقت غير محدد مش موجود يبقى ما عنديش غير never تمام كده وقلنا never already و just be ورا على طول ورا have or has تمام طيب بعد كده هنا بقى سؤال بيقول has هي نقطة good than a word الله دا سؤال هينفع sense ما فيش وقت ولا for ويت دي بتيجي اخر الجملة يبقى ما عنديش غير ever تمام عندي كلمة creative app champion create organizers championship tournament competition bubble medical team spectators incredible competitors staff اللي هو اللي احنا بنقول عليه stuff اللي شغال معايا لا ما اسموش stuff اسمو staff تمام بس احنا بنمسر يعني الانجليزي كله ما شاء الله هنا بقى هنكمل الكلمات بيقول لي facebook is a peep yollaj نقطة must people use it بيقول لي مش عارف الفيسبوك كده ايه طبعا ايه تطبيق this player is not he wins all the matches easily اللعب دا ايه طب يكسب كل المتشط بسهولة يبقى incredible مزهل our school has a chess نقطة every year عندهم المدرسة بتعمل ايه chess الشطرنق هيبقى staff or competition طبعا هيبقى competition وسب اتشطرنق طيب since the being of coronavirus all athletes have stayed in a not for their protection بيقول لي ان البتاع دا كل اللاعبه كانوا بيعملوا ايه او كل الرياضيين كانوا بيعملوا ايه and encourage their students to do well بيقول المدرسين ايه البورينج ولا الفاصل ولا الكرييتف ولا الرياضي طبعا الكرييتف المبدعين هم اللي بيشجعوا تلاميسهم the hand pull team won the last last year بيقول لي اه فريق كرة اليد فاس بيه السنة الماضية company ولا money ولا championship ولا order طبعا هتبقى championship اللي هي البطولة تمام؟ the note of tokyo 2021 the Olympics have done incredible things بيقول لي مش عارف ايه اللي في توكيو في عشرين احلى عشرين في الاولمبياد عملوا اشياء مزهلة تبقى rooms ولا matches ولا app ولا organizers طبعا ال organizers اللي هم المنظمين رقم اربعا بيقول there were no note in the stadium because of covid-19 طبعا بيقول لي الاستاذ ما كانش في ايه بسبب جائحة كورونا طبعا اول ما يقول لك استاذ يبقى وانت مغمد تاخد ايه تعال اسهلها عليك عندك استاذيام فيها اس تاخد اسبكتاترز اللي فيها اس الانين هقول له مس هو مفيش اسهل من كده اظن تمام؟ طيب بعد كده بقى هنيجي لل language وعند present perfect مع ready yet طبعا present perfect هفوهزه والتصريف الثالث ready yet انا بختارها في السؤال والنافي اول ما تلاقي عندك سؤال يبقى تحط يت اخر الجملة لو عندك نافي يبقى برديت اخر الجملة تمام؟ اما already day تيجي اما بعد هفوهز وبعدها تصريف الثالث او انها بتجي اخر الجملة بس المثبتة ما تجيش مع النافي ابدا تمام كده؟ اهو قال لك هنا قريدي ممكن احطها بعد هفوهز مبينة تصريف الثالث او ان انا حطها في اخر الجملة عادي ما عنديش مشكلة اما يتا خلص عارفة مكانها هي اخر الجملة بس فين؟ مع السؤال تمام؟ ومع النافي او haven't او hasn't تبقى على طول انت مغمض yet تمام كده؟ سهلة ان شاء الله هنا بقى number one بيقول لي جاسمين hasn't finished her home here work الله انا عندي نفي واخر الجملة تبقى على طول مين؟ طيب ايمن هاز نقطة وترشد the garden يعني مثل انا عندي هنا اثبات الجملة مش منفية ما ينفعش سنس ولا yet ولا either فهتبقى already ليه؟ سنس بيجي مراه وقته محدد yet بتجي في السؤال والنفي whatever بتجي في السؤال يبقى مش هتنفع رقم ثلاثة رحمة عند شاهد half swept the floor الله ده رحمة وشاهد كان وصل الارض مش عارفة ايه يا ميست ده الجملة مثبتة يبقى مش هتنفع yet ولا for ولا sense تمام؟ فهتبقى already رقم اربعة has the sound of his father الله ده انا عندي هنا سؤال واخر الجملة يبقى yet على طول تمام؟ yet عرفة مكانها مخلاص اخر الجملة وانا yet على طول بعد كده بيقول جانا نقطة جديدة ملك ما الله ده جانا مفرد يبقى ايه ميست هافة هتبقى طبعا has خلي بقى لك already ده اثبات عشان هو ممكن يجب لك hasn't لا ادام ما قال already يبقى هاز على طول ده اثبات تمام؟ طيب ناخد بقى اخر حاجة درسين خمسة وستة الكلمات ريبير يونيفرستي بيوغرافي سكولارشيب سومر سكل تلنيجر اثليت دريم طيب كلمة البيوغرافي والاوتو بيوغرافي البيوغرافي اللي هو السيرة الذاتية لحد بيكتبها عن حد تاني اما الاوتو بيوغرافي انا بكتبها عن نفسي تمام كده؟ زي مثلا لما حد يكتب عن سيرة سيدنا محمد يبقى دي اسمها بيوغرافي تمام؟ هكتب مثلا عن كاتب يبقى دي اسمها بيوغرافي اما لو حد انا مثلا هكتب عن نفسي هكتب قصة حياتي او السيرة الذاتية بتاع حياتي يبقى دي اسمها اوتو بيوغرافي تمام؟ عشان ما تطلق بطوش ما بينها هنا بقى بيقولي بيقولي حلم مين؟ حلم كل ايه؟ اللي هو نفسه يروح الالومبيات يبقى افري اسليت اللي هو لعب الايه؟ القوة تمام؟ تخلي بالك عشان مذكر كتير جدا في الامتحانات بيقولك الشخص اللي عمه من 13 إلى 19 تبينقوله على ايه؟ تينيجر كان يو نقض بروكن تشير قالوا ممكن تصلح الكورس المكسور فعندنا يصلح يعني ربير تمام؟ دي نمبر ثري بيقول ان حصلت على ايه؟ ان ادرس في جامعة مشهورة جدا في كندا يبقى سكلارشب اللي هي منحة دراسية بعد كده بيقول ايه؟ بعد ما يخلصوا المدرسة السنوية بيتطلعون هم يروحوا فين؟ طبعا اليونيفورستي تمام؟ تأشرت النوات باوت محمد صلاح الله بيقول لي اكتب ايه قصيرا عن محمد صلاح ده انا هكتب عن حد تاني يبقى البيوغرافية تمام؟ ريدينج ايه؟ بيقول القراءة ده ايه مهمة في تعلموا الانجليش طبعا من المهارات طب الريدينج هتبقى سكيل المهارة You should follow your not until you achieve it بيقول لي لازم تتبع ايه عشان تحققوا يبقى follow your dreams اتبع حلمك تمام كده؟ طيب هنعمل ايه تاني؟ انا كده بكرا ان شاء الله هحل معاكم يونت سيكس بعد كده الميني تستس انا حلت معاكم عن الوحدة الاولى والتانية هحل معاكم الثالثة والربعة تمام فعلا هنوقف لحد الثالثة هون هنا بقى منتست ان يونت ثري بيقول لي بيقول ابني جاب درجة عالية وطلع الاول عبرك وكده ان شاء الله سنة ثالثة بيقول انا ايه بقى بي؟ يبقى proud فخور at the moment الله at the moment انا مع صاحب دي ومع ارايبي بستخدم الinformال لكن لما يقول لي كلمة strangers الغرباء يبقى الفرمال على طول the game was very not i like it very much بيقول اللعبة مش عارفة كانت ايه ده انا حبيتها جدا اللهم شعور بيوصف اللعبة تبقى فيها ing على طول تمام اشياء يبقى ing لو بوصف شعوري انا الشخص يعني يبقى ايدي i was not my friends to play chess with me it's a great game بيقول انا دايما بعمل ايه لصحابه عشان يلعبوه معايا chess encourage ولا damage ولا traduce ولا produce طبعا هتبقى encourage بعد كده it's cloudy it's going to ده بعد تو بنختار الفعل في المصدر يبقى يبقى rain طيب نيجى بقى unit 4 بيقول احمد هاز نقطة boot smart tv احمد هاز نقط تخلي بالك ده مضارع تام الواحدة الرابعة والخمسة وندر احتمى على طول طيب هتبقى for ولا since ولا ever ولا never هتبقى طبعا never لان never في السؤال و since و for بيجوا قبل الوقت المحددة والغير محدد بيقول لي means to make someone believe something that is not true بيقول لي معناها نيطب تخلي الشخص يصدق الحاجة دي مع انها مش حقيقية انا بعملو ايه trick خلاص باخدعو they have been married not 20 years الله ده متجوزين من 20 سنة يبقى 20 سنة مش محددة يبقى for بعد كده بيقول we had the note of our exams and we all got high marks بيقول احنا حصلنا على ايه في الامتحان كلنا حصلنا على درجات عليها كيف يبقى ماضي يبقى told المحمدي نقاط five years ago الله ده ابو يمس يبقى ماضي طيب ها هو هنا عايز الكلمات joint ولا build ولا drop ولا smile طبعا هتبقى joint خلاص لان boiled يعني غالة الحاجة يعني زي بيغل المية او اللبن smell شم ودرب ده يعني وقع لكن جويد يعني التحكة تمام؟ طيب تعالوا بقى نحل على unit five هاحل معاكم المنتسس لحد الوحدة الخمسة تمام؟ طيب هنا بقى منتسسة على unit five بيقولي سمر نقاط here exam last week ماضي بسيط يبقى اي دي تمام؟ طيب I would like to thank all the not for working so hard in the hotel today بيقول عايزة احيي كل الناس او اشكر كل الناس اللي ساعدتني في الوتيل يبقى الستاف اللي هو طب العمل تمام؟ يعني الناس اللي شغالين مع بعض the pupils have not decorate the class الله بعد هاف بنختار ايه already لان كل ده مش هينفع a person who works with math is called a or an اللي بيشتغل في الماس في الرياضة سهلة جدا بخدها بالشباة هي mathematician تمام؟ هاز شي ما بربرد لانش الله تسوال يبقى او انا مغمض على طول يمس يت محمد صلاح is not he has scored many goals محمد صلاح ده هيبقى ايه سجل اهداف كتيرة يبقى incredible تمام؟ طيب الناحية التانية طبعا على unit 6 هنا مش هنحلها نجل صبحت 41 هتلاقوا كل وحدتين عليهم امتحان هنحل احنا على 3 و 4 لاننا نحل على 1 و 2 بيقول we shouldn't walk in the streets we should walk on them بيقول نعم فعش نمش بالشارع لازم نمش على الايه على الرصيف تمام؟ they not going to travel to us one الله ده زي يبقى اوار على طول انها جامعة طيب to not is to make someone believe something that it's not true عما لا تتكرر معنا خلي بالكم بتخلي حد يصدق بحاجة مش حقيقية يبقى بتعمله ايه trick تمام؟ طيب she has not seen the carotower الله دهاج وسين تصريف تالت ومضارح التام يبقى نختار if or never or since or yet هتبقى طبعا never that review is too long بيقول الايه اللي بتاع review كبير جدا can you not for me هتعمله ايه انت بقى كبير فانت هتلخصولي يلخص يعني ايه summarize تمام؟ طيب عادل and umor have been at this factor not five years بيقول لي عادل وعمر كانوا في المصنع ده من خمس سنين خمس سنين الوقت مش محدد فهتبقى فور ازاي من السوقت مش محدد اه ما هو لو قال لك احنا مثلا من خمس سنين الورا كنا مثلا احنا في ايه في الفين واما مثلا في الفين وطمانتاشر لو قال لك الفين وطمانتاشر يبقى هوا كده هنختار له لكن لو قال لك من خمس سنين مش عارفة من عشر شهور يبقى ده احنا مش هنختار له فور تمام؟ طبعا الميني تيست ده على خمسة وستة مش هحله هحله معكم بكرة عشان يكون شرحت الوحدة الستة تمام؟ بعد كده في ميني تيست تانى هون حله مع بعض ده اخر صفحة حلها معاكم اللي هو تيست على واحد واثنين وهنا على واحد واثنين وثلاثة لان ورا بعد كده على اربع وحدات وبعدين خمس وحدات واخر حاجة على الست وحدات كلهم فدول هسيبهم بكرة ان شاء الله حلوهم معاكم تمام؟ تعالوا اكمل بقى علي واحد وان اطوع بيقول لي ده سؤال ومدرع بسيط يبقى على طول سؤال ونا في فعل في المصدر بص خدها قاعدة المدرع البسيط و الماضي البسيط تغني لهم سؤال ونا في فعل في المصدر سؤال ونا في فعل في المصدر ده ده ف الماضي البسيط و مدرع البسيط لو بحط الفعل ايدي او بحط اللقس تمام؟ طيب I think the journey to us one was not enjoyed a lot حبيت الرحلة جدا لأسوان يبقى الرحلة كانت ايه كنفار تقول لان كل الصفات دي ايه وحشة عاطفز نوات than وليد الله than يبقى بختار الصفة اللي فيها ايه اي ار او مورا ولسه مع الصفة الكبيرة بعد كده بيقول when we when you are unhappy about something you can make a لما تبقى مش فرحة من الحاجة دي ممكن تعملها ايه طبعا تبقى complain تمام اللي هي شكوى بوث مونا نوات مروا ارحبكي الله ده انا عندي هنا بيقولي بوث ولا هينفع معها ار ولا الهر ولا ايزر فهتبقى اند دايما بوث بيجمعها اند طيب you can get a drink free at this كفي ممكن تشرب المشروب ايه free it's a good diet ولا ديل ولا dry ولا sale طبعا ديل تمام هاي بالنحية التانية بقى على اول 3 وحدات بيقول اللي هي نقطة the platform mini for my mother's birthday احنا عملنا ايه للشقة عشان لا يدمر اضموها طبعا ديكوريتد زيناها ماي فاميلي وانت توما تروح نقطة week end الله week end يبقى اطع على طول ده حاجات قديمة وتماثيلي بقى هما بيرحوا في المتاحف بيقولي ان اللعبين التحكوا بالتيم ده من 3 سنين اجو اجودي ماضي يبقى الفعلي في ايدي على طول بيبول كان براكتس ميني سبورتس نقطة اتا سبورتس سنتر طبعا سبورتس اي اكتيفتس الانشيطة الرياضية بلاينججيس اسفوري اكزايت 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 اكزايتين طبعا اللعب هنا انا مش بوصف شعور انا بوصف اللعب دي تبقى اكزايتين تمام يبقى الاشياء بناخد ال اي اني جي وللاشخاص بياخد ال اي دي من هي الصفة الفيه اي دي تمام بكرا ان شاء الله بقى هتبقى عاخر حصة مش في المنهج في في البتاع ده في مصر جوشتيرن تمام وفي شيتز من وره هنحل لها بردو بكرا ان شاء الرحمن تمام اشوفكم بقى على خير ولو عايزين اي حاجة سنة تالت اكتب لي في الكومنتات وانا معاكم لحد الامتحالة ان شاء الله اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته